ده خبر في جريدة الليلة جريدة تسمى بجريدة الجريدة بعض الناس بقوله حق الشيوعيين وبعضهم بقوله علمانيين وده ما مهم طبعا الان ده موضوع تاني فناشرين قالوا دعاوة جنائية ضد مزم الفقيري شرعت الهيئة القانونية العليا للدفاع عن حقوق المتصوفة في فتح بلاغات جنائية ضد الداعية مزم الفقيري وفقا للمادة 17 من غانون كده لسنة كده إشانة السمعة والمادتين كده كده من الغانون كيف المتعلغتين بإشانة السمعة وبالإساءة والسباب وغال رئيس الهيئة الأستاذ المحامي أسعد إلى آخره فالخبر واضح للناس وانتشر اليوم للناس إنهم فاتحين بلاغ فين الصوفية وانا ده رقيف مع البلاغ ده أو مع الخبر ده عدة وقفات صغيرة وسريعة جدا الوقفة الأولى الصوفية دي قالوا هم مالكين الكون كله وزي ما قال البرعي في قصيدة مصر المؤمنة عن شيخ الصوفية أو تاد الأرض الأربعة في القبل الأربعة يعني الواطة كلها الكون ده كله أو الأرض كلها في كل جهة من جهات الأربعة في صوفي مدقوق ويتد ماسك ربع من الأرض كلها طيب إذا أنتوا كنتوا مالكين الكون وأوتاد للأرض ليه تفتحوا فيني أنا بلاغ أو في غيري من الناس اللي بيتكلموا عنكم صحيح؟ النقطة دي بس لو فهموها الناس تاني ما في زول بيبقى صوفي أبدا أعيدة تاني الصوفية قالوا مالكين الكون ده كله حقهم هم وأوتاد الأرض هم ذاته يعني الكون يعني شنو يعني السماوات السبعة والأراضين السبعة والملائكة والإنس والجن وانا ذاته والمحاكم والدول ورؤساء الدول كلهم ما اسكنا كده زي ما قال القادري قال السماو الأرض في قبضتي كفرخ الحمام كل السماو الأرض قال في يده زي الفرخ بتاع الحمام ماسيك كده وزي ما قال محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية برضو قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملة طيب ناس مالكين الكون كله ما قادرين عليه أنا أو غيري من الدعات ويمشي يشتكوا للقادي يتبقى الكين الكون بالقادي بتاعه تبقوا ضعيفين تشتكوني للقادي ما تبقوني تراب داك وإي حاج فوالله النقطة دي اللي فهموها الناس ما في ذلك يبقى صوفي تاني وأي صوفي مصدق وهمتين جماعة ديل أو تاد الأرض مالكين الكون والأرض لمن يسمع الكلام ده له أصلا يعني عنده مخفراته بخلي النازل بفوت طوالي ولو متو كطابين النقطة التانية الصراع الحاصل دا جماعة نحن ما قصدنا منه إننا ننبذ أمات صوفية والأبهاتهم والقبائلهم والحمد لله ما حصل اليوم سوينا كده نحن ما سوينا كده غيرنا ده شوف تقول تاني من الحزبيين من غيرهم من المجرمين لكن نحن كلامنا علمي فالصراع الحاصل ده ده صراع علمي علمي يعني مناظرة بيننا وبينهم وبيننا بين الشيوعين وبيننا وبين الأخوان المسلمين وبين الكيزان وبيننا إلى آخره شيء علمي فالصفية حقه يفهموا الكلام ده يعني صراعه بتاع حجة بتاع حجة ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالصراع ده ما بنتهي إلا إذا ظهر الحق مع من كان كان معنا ولا مع الصفية ولا مع غيرنا فحقه هم يفهموا ويحاول يقارع الحجة بالحجة لأنه البلاغ ذا ما أنا ذا ممكن أفتح ممكن تفتح قل كسبت قل أنا كسبت ده ما معناته إنه أنا لو كسبت عليك بلاغنا على حق وكذلك العكس الحق يُعرى بالدليل بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام شكرا ربنا قال قل هاتوا برهانكم برهانكم يعني الدليل من الكتاب والسنة إن كنتم صادقين فده المفروض هم يفهموا والغريبين الصوفية يقول لهم أنهم علماء والرابطة علموها تصوف والرابطة علموها مذهب الإمام مالك وكلهم صوفية ساكت ما عندهم من يهلم ما عندهم من يهلم فكونهم الآن لجوا إلى مثل هذه الأساليب ده أكبر دليل للمجتمع كله إنه النازل فقد الحجة وما عندهم علمية يناقش به هذه الدروس أنا دارنا يستبيدوا منها أنا ما بيهمني البلاغ ولا بيعنيني ذاته أنت بإنها فتحت بلاغ ومشينا وقفنا أنا فتحت فيك ومشينا وقفنا ده موضوع ما بيصر له حق وباطل في الكتاب والسنة نحن بنتكلم على إنه الدليل مع منه والحق مع منه نحن بنقول غير الله ما في أحد بيخلق الصوفية بيقول الشيوخهم ده اللي بيخلقوا مع الله واحد زي ما قال البراع هو ده الكتب دي كلها قاعدة عرفتها وغيره من جميع الطرق قالوا كلامنا نحن بنقول الله بيعلم الغب براو الصوفية بيقول الشيوخهم بيعلموا الغب ربنا قال قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ربنا سبحانه وتعالى قال الله خالق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الصوفية بيقول الشيوخهم بيخلقه نحن بنقول التوكل على الله وحده لا شريك له الصوفية بيقول التوكل على الحجاب تلبس لك تميمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة يعني حجاب فقد أشرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائمة والتولة شرك النقطة التالتة والوقفة التالتة الدارقيف معاها صمي هذا الماء فاهمين ذاته زي ما بيقول المسأل من أين تؤكل الكتف الحاجات البسوى دي دي بتادينا فرصة نحن أشان نكشفهم زيادة وإلا ما كان الآن الفيديو دي وغير فيديو الشيخ أو بكر ولسه الشغل دي سلسلة جارة أنتو بتدون فرصة كده نكشف باطلكم زيادة ونبين للناس مشكلتنا مع الصوبية شنو عرفتها؟ بتدون فرصة للكلام ده لكن دائما صاحب الباطل وصاحب الضلال وصاحب الإجرام دائما ما بيفهم شك يا ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وشكدا يعني دائما أهل الباطل ده للواحد بيكون دار يقف لي فوق بيغتز زيادة وده وده الحاصل للصوبية دينا هس نحن الآن لقينا فرصة تاني نبين للناس حقيقة الصراع بيننا وبينه الصراع في التوحيد في ربنا ربنا قال هاداني خصماني اختصموا في ربهم يعني مشكلتنا مع الصوية والله في الله في الله عديل كده صوفية بيقولوا غير الله بدي الجنة زي ما بتاع اللي زيرقاب بيقول بدي الولد بوقتين دهب والبيت بوقتين دهب وده كلام اشتهر عند الناس معروف ما بودوا لقدر انكروا والبرعي قالوا قال يهب الغلامة يعني الشيخ بتاع الصوفية يدي الجنة يعني يهب الغلامة هو ده الكتاب يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سوية والله قال الكلام ده كفر لأن الجنة والزرية كان ولد واللبيت ما بدي إلا الله والله مش ان بيجي الصوفي عرفتها؟ ان بيجي ده أي حاجة ما في أحد بدي الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بدي زرية ما هنت زعلان ماشي تفتح بلاغ النبي ما بدي زرية لأن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ده حقيقة الصراع بيننا وبين الصوفية الوقفة الرابعة يعجي معا في هذا البلاغ في كلمة مكتوبة هنا في البلاغ ده زاته أو في الخبر ده هنا ما عارفهم فتحوا اللي يدوب شرعوا ماشين ولا اختراع منهم ده نعملوا بوا فرقعة إعلامية كل ما بهمنا نحنا شات ما بهمنا نحنا بهمنا إنه التوحيد يصل للناس والناس كلها تعرف الصوفية على ضلال ده البيهمنا تاني ما بين حاجة كون الشعب ده أو العالم كله عرف الصوفية ذال دعاة شرك ودعاة باطل ودعاة ضلال معناة الناس إن شاء الله حيمشوا تمام مش في دينهم بس في دينهم والله في دنياتهم دي يمشوا صح والرزقهم يصلح واقتصادهم يصلح وأمنهم يصلح وكل شي عندهم يصلح ليه لأن الصوفية نشروا الشرك وبسبب الشرك المنشور ربنا بعاقب الأمم ربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة يعني مشركة يعني معنا الآية ربنا بيأخذ القرى ويعاقب بالأوبية والأمراض شو الكورونا دي الآن والناس ما يلاقي له علاج السبب الأعظم فيها انتشار الشرك ده السبب الأعظم في ظهور الكورونا دي ولسه الشغل ماشا إذا كان الشيء الأغلى من الشرك بيجيب الطواعين والأوجاع الما كانت في أسلافنا الذين مضوا زي الزنا وزي اللواط لم تصر الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها حتى إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ده كلم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ذي الفواحش زي الزنا واللواط وغيرها اللي هي من الكبائر لكن دون الشرك لأن الشرك أكبر الكبائر فكيف إذا كان الشرك منتشر كيف إذا كانوا ناس بينشروا في الشرك وبيدافوا عنه وبيعاقبوا الناس اللي بيحاربوا الشرك زي الصوفية دي الوضع بيحصل كيف فالوقفة دي شوفين من كلامهم اللي هنا موجود قال والذي يصفهم فيه بالجهل والكذب أنا يعني والكفر تارة وغيرها من الإساءات نكتوب كده أول حاجة دا كذب دا كذب والصوفية ما غريب عليهم الكذب صوفية كذبوا علي الله يا أخي كده نشوف كذبوا علي الله وين ونرجع تاني للنقطة دي في الجريدة دا كتاب أزاهير الرياض مش قلت لكم يا صوفية ديتونا مساحة تاني نكشفكم أزاهير الرياض الصفحة متين لعبد المحمود نور الدائم وهذا دا الكتاب كتاب معروف طبعا عند الطريقة السمانية طريقة سمانية من أعظم وأكبر الطرق الصوفية الناشرة للشرك والكفر بالله عز وجل في جميع البلاد قال الفصل السادس في بشائره لمحبيه بس قصة واحدة بس شوف الناس نحن عندنا حق نتكلم عنه ومنكشفهم للناس ولا ما عندنا حق عندنا موضوع ولا ما عندنا موضوع طيب قال في بشائره لمحبيه ومريديه وأهل قربته وناديه هكذا مكتوب حدثني من أسيق به من الفضلاء ده مبني المشهول وإنت ذا ذاك ما بنعرفك خلي من تسيق به مجمشهول وهل هو فاضل ده ذاك موضوع طويل لكن ما بننا أخشل الآن من ناحية سند لأنه نحن الآن نغاشنا في الله لحد ما نصل نغاش في السند وصحيح وضعيف ده ده مرحلة متقدمة قال قال حدثني الحاج حسن ولد بلول أها التلميذ العارب بالله سيد أحمد بن إدريس القاطم بقري قال سمعته سيد الشيخ عمد الطيب رضي الله عنه ويقول طرحت علي صحيفة من قبل الحق ده أنا بزا رجبت لك الصوية بكذبه ولا بكذبه طرحت قال علي صحيفة ده أحمد الطيب البشير شيخ السمانية ده شيخ البرعي قال طرحت علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى يعني قال إن جدعت له صحيفة من فوق من السماء لأنه قال طرحت آها من قبل الحق الحق سبحانه وتعالى يعني من قبل ربنا مكتوب فيها بقلم القدرة السلام قولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب قد غفرنا لك ولوالديك وأهل قرابتك قال قلت ظني في ربي أكثر من هذا قال فجأتني أخرى فيها ما في الأولى وزيادة والأهل قرابتك أجمعين قلت ظني في ربي أكثر من هذا قال فجأتني ثالثة متضمنة لما في الصحيفتين وزيادة كل من عرف اسمك وده طبعا ما بيحتاج لرد كتير زي ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية قال والشر المحط لا يحتاج إلى فتوى ده يكفي إنه نقرأ للناس بس قال قال بتجيه رسائل من الله طوالي ونازلة وفيها إنه غفرنا لك وفي النهاية قال غفرنا لأي زول عرف اسمك ساي طيب أزول له لو نصراني وعارف اسم أحمد طيب البشير بيغفر له لو يهودي ما أسلم بس عرف اسم أحمد الطيب البشير ما شهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد الرسول الله بس عرف أحمد الطيب البشير كإسم بس قال يغفر له وده كذب على الإسلام لأن الإسلام والجنة والمغفرة ما بتنال إلا بالدخول في الإسلام أشكد النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص لما جاي يسلم مد يده كده شاني بايعه فقام عمر شاء لي يده قال لي ليه بسطة ثم قبطة قال أريد أنا أشترط أن يغفر الله لي قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله يعني من الزنوب فالبياه دم الزنوب الإسلام الشهادتين والإسلام مش اسم أحمد الطيب البشير ده كذب يا ناس ده كذبوا إجرام بس والإسلام ما بتدخله إلا بالشهادتين مش بتدخله بي اسم أحمد الطيب البشير نمرة ثلاثة الحجة الثالثة في كفار مش عرفوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا اسمه وشافوا شكله وأعمام ذاتهم عم الرسول أبو لهب الله قال سيصلى نارا ذات لهب تقول له إحمد الطيب بن البشير يا مجرمين يا كذابين يبقى الصوفية كذابين ألا ما كذابين إذا كان الصوفية هنا بيكذبوا على الله في السماء يكذبوا على الله في السماء وده الكتاب ترتفتح بلاغ أنا ما بيجي شاية للكتب والله يجي شاية للكتب دي أروص عليك بعدين تكون فرصة تاني كان القاضي ذاته يعرف الصوفية عرفتها المهم زي ما حصل قبل كذا كتير فإذا كان الصوفية بيكذبوا عليه الله ما يكذبوا عليه أنا يقولوا كفرت الصوفية شوف ما في زول من أخوانا دير كلهم لا أنا لا غيري ما في أحد بيقولوا الصوفية كفار كذا دي وهذه الأخواننا الدعاة كلهم موجودين لا أنا لا غيري الصوفية أسمعها من الآن أبدا ما بنعتقد ولا جوى قلوبنا ولا في النوم إن الصوفية كفار ده مش خوف منك ده خوف من الله سبحانه وتعالى لأنه دي عقيدة تعرف عقيدة من عقيدة نحن ومؤصل في كتب بتاعت السلب الصالح وكتب العلماء قديما وحديثا في حاجة في التكفير سماء إقامة الحجة وهي التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومعناها خلاصة ليس كل من قال كفرا أو عمل فعل كفرا يعتبر كافرا تعيينا لماذا؟ لأن هناك موانع قد تمنعه من الوقوع في الكفر وهناك شروط قد لا يسترط بعضها أو كلها وينتج بذلك وقوع في الكفر فده ده نحن نعرف إنه قعد نناظر فيه التكفيرين راجع مناظراتنا في اليوتيوب وصل التواصل مناظرة الزنجي مناظرة مين منار وغيره كل في الموضوع ده نحن بالناظرهم ومارات ده اقتلون التكفيرين الناس التكفير والهجرة والسرورية في مسألة شنو؟ نقول لهم ما كل ذو الفعل أو قال كفر يعتبر كافر لكن بنقول فعله كفر سكذا في كلامنا بنقول منهج الصوفية كفر منهج ما البدع له كفر دعاة شرك دعاة كفر لكن فلان كافر من الصوفية فلان الطريقة الفلانية كلها كافرة الصوفية كلهم كفار ده مع عقيدتنا وده باطل اللي بيقولك ده باطل فده كذب ده أول حاجة أنت ذو الكذاب وتحداك تجيب وسيغة وحدة وسيغة وحدة كلمة حرف إنه قلنا الصوفية كفار كلهم ده كذب هيئة كاملة تكونة تظننا مبارح ولا مبارح هيئة كاملة تكونت على الكذب على الكذب طيب طيب بعد ذلك قال شنو قال ودي الوقفة السادسة قال وأكد العباسي ده واحد منهم أنه في الهيئة يرون أن فقيري خالف غانون المعلومات وقانون والقانون الجنائي موش ناس المحكمة يروا شان الناس ما يدخل شب الجريزة دي دي الهيئة يا تهيئة ما هيئة قانونية بتاعة الدولة دي هيئة صوفية للأسف الشديد يرون إنه أنا خالفت القانون المعلوماتية وأنا أرى فقيري برضو يرى إنه الصوفية كلهم خالفوا العقيدة الربانية أرى أرى وعندها أدلة هدي موجودة أديك دليل تاني ده مش البرعي أكبر صوفي صوره معلقة في داكاكين الدهب للأسف قالوا بتجيب الرزق صوره معلقة في الحفلات قالوا بتملى جيب الكومساري صوره معلقة في أماكن الدكوة وفي أي حتة معلقة البرعي ده عرفتها؟ ومعلقة برضو مع الخرفان أولاد شنو كده ما عارف للأحمة تلقى خروفين وحمل وإنتايا والبرعي في النص ده البرعي في الصفحة رغم 107 قال من ديوار رياضة الجنة ونور الدجنة وأنا حبيت أجيب الكتب دي عشان يعرفوا المعري كيف يشنون نازي تفهم طيب الصفحة 107 لصيدة البرعي بعنوان الشيخ عبدالقادر الجيل البغدادي وعبدالقادر الجيلاني ما عنده علاقة بالتصوف لكن بعد ما مات الشعله فيه قال ونظرته قد أصلحت ألف مدمنين وذلك فضل الله والله ذو الفضلي قال الزول ده بس بكحليه كده انت حتى لو مدمن بتاع بنقو بتاع مخدرات بتاع خرشة بس يعايل ليه كده بس من بعيد يعايل ليه كده طوالي تبقى مهتدي وتخلي للفارغة وتبقى زول مهتدي على صراط المستقيم طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مش نظر لكفار مش لهم ويتودد لهم مش أن يسلموا مش قال لي عم أبو طالب يا عماه وفي رواية في عنا غير البخاري قال لإنك لأعظم الناس عندي يدا وأكثرهم علي فضلا فقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبا قال هو على هو قال كده على ملة عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله فأنزل الله عز وجل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نظر له ولا ما نظر له يعني بقى ده أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا نظرة أفضل أهى سنتجي بالكضب كيف قال البراي برضو قال يغيس لملهوف ينادك طرفة لاحظ إنه عبدالقادر الجيلاني مات مات بدري خالص قال الآن بغيس الملهوف ينادك طرفة وأسرع منه خذه في صورة النملي كذب ما لقين في صورة النملي إنك تدعو وتستغيث بالميت والميت يغيس الملهوف في صورة النملي فاتشناه ما فيه المصحف كله السنة كلها فاتشنا ما لقين إنه الله قال إنك تستغيث بغير الله بالميت من دون الله سبحانه وتعالى بل وجدنا في المصحف ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم ما الجيلاني ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فالبغيس الملهوف هو الله ما عبدالقادر الجيلاني لازم الصوفية يعرف الكلام ده والبرع ما يكذب على ربنا ويكذب على القرآن وسورة النملي قال وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل هو ميت عبدالقادر الجيلاني قال لمن يحتاج له عند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل كذب قال وبأكفان من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا من النار والهول قال إذا كتبوا يعني عندك زول مات ما بيصلي بتعبنقه مشرك بيعبد لقبة بيستغيث بالشيخ ولو معلق حجاب شفت في رقبته مات به ده نافع طبعا ده ما نافع ومات بس تكتب في الكفن برة عبدالقادر الجيلاني أول حاجة ده كذب لأنه المادة اسمه جادين وتكتب عبدالقادر الجيلاني كيف ده أول حاجة كذب ولا يمكن الإنسان ينصر ما معه من منهج أيًا كان بالكذب يا أخي لا يمكن ده واحد اثنين قال إذا كتبت على اسمه قال بأكفاني من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا من النار والهولد كمان كذب عليه الله عديل كذا إذا كتبت اسم عبدالقادر ده في كفن أي ظلمات اسمه عمر اسمه جادين اسمه غيره تكتب عبدالقادر الجيلاني برة قال ده بكله ستري من نار جهنم ونار جهنم يا جماعة الإنسان بيتخذ منا وقاية بالتوحيد وبالإيمان وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيننا وبينكم يا صوفية النصوص انتم امشوا محل دار تمشوا نحن النصوص دي ودي اللي بتحرككم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال قال فوالذي نفسي بيده إنما ترمونهم به أشد عليهم من نطح النبل الأدلة والحجج دي أشد عليهم من إنه ننشم عديل بأسهم وبسيوف وبمدافع الرسول قال ده أشد الأدلة والحجج دي كده حرقتكم عرفت كلامي كونتوا هيئة والمبارع واللبتين والهيئة العليا خالت نحن برضو الهيئة العليا قالت ننصوا بيه والله على ضلال الهيئة العليا بتاعتنا كوناها الليلة دي ما بتتحلى كده بتتحلى بالنصوص وبالأدلة بيننا وبينكم السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى من أبى ده بمشي النار يعني قالوا ومين يا أبى يا رسول الله شو الوقاية من النار بتكون كيف قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ده اللي بدخل الجنة وبيعصمك من النار طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مش تكتف الكفن عبدالقادر ولا عبدالحفيص ده كذب يا أبو رعي ويأصو فيه طيب قال وكل ولي كل طبعا معروف عنده اللي هو معروف إنه دي من أقوى مش الفاصة العموم دي من أقوى أقوى الفاصة العموم كل قالوا البرعي قالوا وكل ولي عنقه تحت رجله أي ولي طبعا أبو بكر سيدة الأولية بعد الأنبياء عمر بعديه وعثمان علي رضي الله عنهم جميعا وانتماشي والعشر وبشرين وغيرهم قال دير كلهم لأنهم مسسنا وجاب لفظة كل الدالة على أقوى الفاصة العموم من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وانتماشي كلهم قال أعناقهم رقابهم دي تحت كراء عبد القادر الجيلاني أها أنت رأيكم شنو الكلام دا رأيكم شنو تاني في زوليا جوز ليبقى صوفي التصوف دا دين الضلال ومنهج الباطل والعقيدة وأكرر العقيدة بتاعت الصوفية أسوأ دينا من عقيدة اليهود ومن عقيدة النصارى والصوفية أشر من الشيعة الرافضة حتقول له الرافضة بيسبوا الصحابة بيسبوا الصحابة عشان كذا لأن الناس ما بتابعوا مغلب الناس لكن الصوفي بغشك يقول لك أنا بحب الصحابة وأنا بحب النبي ويجي يقول لك شيخي أفضل مش من النبي شيخي أفضل من الله ذاته زي ما قال القادري وزي ما قال البرهاني وزي ما قالوا كثير من الصوفية في كتبهم كثير من الصوفية بل قالوا مالله ذاته البرهاني قال أحمد عثمان عبد البرهاني قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت يوم القيامة يوم اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي جبريل ميكال إسراف عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي هذا كفر ولا ما كفر كذا أنتوا سمو الناس المجتمع دا شنو زي ما قالوا لنا الله ذاته في الدنيا يوم اللقاء يوم القيامة دا شنو والرو دا شنو الكلام دا كفر ولا ما كفر فده دا كلام الصوفية قال وكل ولي عمقه تحت رقله بأمر رسول الله يا لها من رقلي الوقفة الأخيرة وهي السابعة قال 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 برئاسة يعني الهيئة العلية القانونية العلية للدفاع عن حقوق المتصيب في السودان أنتوا تدابوا عن حقوقكم ليه؟ أنتوا ما قلتوا أنتوا لبتا الدجانة وأنتوا لبتا نهزل المطر يعني أنتوا عندكم الحق بتاع ربنا ذاته الآن احتجتوا يا صوفية تعمل لكم هيئة عشان ترجع لكم حقوقكم المسلوبة وإدتوا حق ربنا قلتوا شلتوا يا خلخنجر ما قال؟ قال نحنا بالسودان نمشي للمشايخ ندفع البياضة للقروش ينزلوا المطر في ناس بيدوا المطر اللي ما قال شخص صوفية بيدوا المطر عجبك ما عجبك أفتح بلاغ بالشرطة إلى آخره إدتوا قلتوا حق الله عندكم انتوا شلتوا كذب طبعا قلتوا حق الله شلتوا زورا ربو تانا الآن عملتوا هيئة عشان ترجع لكم حقوقكم مننا إحنا يا ناس والله دا كفاية إنه كلكم تكفر بالتصوف وتخلوا التصوف وتمشوا في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ياخد طريق ده مواضح واحد شنو عمل لي سبعمية طريقة يا أخ تجانية وتجانية بيقى تربية وغير تربية وداق ما عارفو السمانية قريبة اربعتاشر ولا تمانية ما عارفو بلاوي كثيرة ياخد الرسول صلى الله عليه وسلم رسم طريق واحد بس أفهموا الحتة دي وانتهى الموضوع قال هذا صراط الله صراط يعني واحد بروز المفرد وأضافوا لله يعني دا حق الله خلاص ما في تاني هذا صراط الله مستقيما رسم بيجاي بيجاي وكالوجه قال وهذه السبل يعني الطرق يعني الطرق الموجودة دي والجماعات أخوة مسلمين وسرورية وتكفيرين وغيرهم ومجارما وكيزان وتجانية كلهم دي الطرق دي ورسم بيجاي وبيجاي قال دي السبل على رأس كل واحد فيها في شيطان قاعد شيطان قاعد على رأس كل طريقة وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عن سبيل ربنا القبيل دا تبعت لك طريقة أو جماعة أو حزب الله قال فتفرق بكم بتزحك من سبيله من سبيل الله أيزوا البتاب حزب زحى من الصلاة المستغيم ما بنقول الكافر لكن زحى من الصلاة المستغيم بنقول بل فم المليان لأنه الله قال كده قال ولا تتبعوا السبل فتفرق تابعت بتتفرق عن شنو عن سبيله ذلكم وصاكم به والوصية تأتي بمعنى الأمر أيضا في القرآن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والله الموضوع دا واضح ما فيه أي لك لك وكذا زكرت بس حاجة أنا كنت أرى أختم لكن حاجة صغيرة شاهد الصفيرة بحين صور قالوا بيعقموا في الأضرحة دخل الجريدين بيعقموا في الأضرحة حقتهم هنا بالسودان والشيعة برضو بيعقموا في الأضرحة في إيران وفي العراق والنصارى بيعقموا بالصليف الفاتيكان وفي غيره قالوا عشان ما فيروس كورونا يجي طيب القبة دي دي قدت ذاته دا الإلهة اللي بنزل المطر مش بنزل المطر خلاص معتبر إنه إله كان قدت إله ولا ما قدت طالما اعتقدت إن القبة دي بتدي الجنة شيخ القبة دا أو بنزل المطر أو بيجيب الرائحة اتخذت إله دعيت من دون الله اتخذت إله بالضرورة جو عينك والله قال كده والله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني ادعى مع الله معناته اتخذوا شنا جماعة اتخذوا إله آخر المهم فبيعقموا في القبة في قبة الشيخ أم قالوا الشيخ دا الإلهة البدي المطر وبدي الجنة وبنزل المطر وبإعلم الغيب وبجيب الرائحة تعقموا تعقموا من الكورونا ومن الناس اللي بيمسوا أشان ما يصيبوا من كورونا وإيه تقلت دا دا البيحفظكم ودا البيعقمكم ودا البيديكم الجنة دا تناغط أوضح تناغط في الوجود دا بالمناسبة لكن الزوالة الربنا ما يجعل له عقل ما بفهم والنصار قالوا الصليب دا والبيحميهم من جميع البلاية والأمراض الليلة لما جات كورونا دا ما شعقموا المفروض يسلم والمفروض السوفي يتوبوا والمفروض الشيعة دا ليرجعوا لدين الإسلام الصحيح والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى الله